تلقى الرئيس عبدالفتاح سيسي اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانتيز رئيس حكومة إسبانيا دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي وخلال الاتصال أكد الرئيس سيسي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فضلاً عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية صرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأعرب الزعيمان عن القلق البالغ من استمرار وتيرة العنف المتصاعدة ومصاحب ذلك من تظاهر للأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع على نحو خطير كما أكد الزعيمان ضرورة تنصيق الجهود الدولية لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدئة بهدف الحيلولة دون فقدان مزيد من أرواح المدنيين الأبرياء ومنع انتداد التبعات الأمنية للصراع إلى المنطقة برمتها